ظرم العمري يعني اللي تابع أول جولة أو جولتين من دورية الطلاسية كان يعتقد أن الدحيل فريق ضعيف لكن آخر الجولات بان الدحيل بإمكانياته وقيمة لاعبين شوف لما تشوف الأسماء في فريق الدحيل لا يمكن أحد يقول لك أن الدحيل يكون ضيف حتى لو يبدأ التصفيات مثلا بمستوى بليل حتى لو كان في الدوري مثلا نتائجه مجيدة ولكن كأسماء تتكلم عن دميلسون ألونغا المعز أسماء مهمة موجودة الفرجان الساسي فريق صراحة بصراحة فريق مكتمل وفريق على مستوى كبير مدربهم كريسبو مدرب خبرة كبيرة فأعتقد السلطان أنه ما في أحد يقدر يقول على الدحيل أنه فريق ضعيف التصفيات طبعا هذه أنت تتكلم تكريبا في 17 يوم 18 يوم حتلعب تقريبا شوف كم مباراة حتلعبها ثمان تسع مباريات متتالية دورين في وقت واحد في رمضان تقريبا كل يومين ثلاثة أيام مباراة لا يمكن أنك تكونوا مستوى واحد إذا ما كان في تدوير إذا ما كان جهاز فني على مستوى كبير عندك الدكة البديلة عشان تقدر تظهر تستبرر مستوى واحد أعلمهم دائما تصفيات هذه المهم فيها أنك تتأهل وخاصة أنك تكون متصدر على المجموعة عشان ترتاح فهذا اللي ما تحقق مع الأخوان في نادي الدحل مبارك لهم سراحة يستهلهم